ترجمة نانسي قنقر 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 أو أنك أنت تطلع المشاعر اللي عندك إذا أنت ما تقدر تحكيها أو إذا أنت ما تقدر تعبر عنها فالميوزك هي جزء يخليك أنه يحرك هاي المشاعر فيه خاصة القتار القتار من الألات الموسيقية اللي هي الأوتار بسموها أو يعني السترينجز زيها زي الفايلانز زي التشالو زي هدول كل العود مثلاً بلعبوا دائماً على منطقة القلب ولما نلعب إحنا هدول الأغاني أو نستعمل هاي الإنسرومنس أو هاي الألات هي الفريكنسي تبعتها عم تلعب على هاي المنطقة فأكيد رح تحرك المشاعر فيك تخلي تبكي تضحك مماريز بترجع لك مماريز ممكن لحن معين يرجعك للماضي كل هاي الإشياء أنا بشوفها كمان اللي صارت معاي إن أنا آي هيلد ثرو ميوزك وبشوفها مع غيري كمان لما الواحب بسمع مع ميوزك كيف بهدى وخلص بروع وتشوفوا إنسان مختلف تماما وخلص بحديات سألت على السلام وخلص بحديات سألت على المشاهدة وخلص بحديات السلام كيف بهدى اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة